السلام عليكم ورحمة الله ومنحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم ديوم ان شاء الله الرحمن الرحيم قد نشارك معكم حلوة دوازتي السريعة اللي كتتحضر ضفعة واحدة بلا طوابع وبلا مراشم غير ببيضتان وملعقة واحدة من الزبدة كتتخرج اكتر من ستين حبهية حلوة طبقات اللي كل شي كيبغيها كتجير طباه شيشة وكتدوف الفم نتمنى فعلا انها تنال اعجاب ديلكم وتجربوها كيف دي ما تنسوش ليه اللايك للتشجيع البرتاج مع الاهل الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي ومنطبوش عليكم كيف العادة خليكم ان شاء الله مع هذا الفيديو الاخير بتكتشفوا معنا المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير وعلى بركتي الله غديم دوبة المكونات اللي غدي نحتاجنا حبتان ديال بيت كيف العادة حجم كبير وبدراجة حرارة الغرفة ملعقة كبيرة ديال الزبدة اللي تكون بدرجة حرارة الغرفة اي نوع ديال الزبدة توفر عندكم خدموا به ميو عاديل 50 جرام عندي هنا كأس ديال سكر حبيبات ميو عاديل 150 جرام كأس ديال زيت نباتية كذلك 150 ملي او كأس ديال حليب بدرجة حرارة الغرفة 160 ملي لممكن تعوده بالياغورت لكن الكمية ديال الدقيقة تختلف فانيلا كيس ونسف ديال خميرة لحلويات ميو عاديل 12 جرام ملعقة كبيرة ديال كاكاولمر ودقيق او يد نوعية جيدة خاصة بالحلويات زائد القبيصة ديال الملحة مباشرة غدي ناخد هنا بول وممكن تاخده القصرية وغدي نوضع فيها القبيصة ديال الملحة اولا غدي نوضع هاد الملعقة ديال زبدة كيف كنقول لكم الافضل تكون بدرجة حرارة الغرفة باش ما تعدبكم مش في الخدمة مباشرة غدي نضيف هنا غير واحد شوية ديال السكر باش نطلقها هكا بالضهر ديال الملعقة و تطلق معايا مزيان 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 من بعد غدي نضيف الكمية كاملة نزيد الفانيليا وغدي نزيد الكأس ديال الزيت النباتية غدي نحاول هكا نخلط مزيان هنا ممكن تخدموها تشيب يعني باليدين ديالكم ممكن تديرو الخلاط او للطراب الكهربائي او لغير هكا الخلاط اليدوي را غدي نعطيكم نتيجة اللي هي زوينا غير نعود نأكد زبدة بدرجة حرارة الغرفة مباشرة غدي نضيف هنا الحبتان ديال البيض و نعود نخلط مزيان مزيان حتى كنسجمو لي العناصر كاملين مع بضياتهم من بيض غدي نضيف هنا الكأس ديال الحليب هنا الكأس ديال الحليب كيف كتليكم ممكن تعوضوه بالعلبة ديال ياغورت سواء طبيعي او لابنكهات البانيليا لكن كيف كتليكم الكمية ديال الدقيق قدي تنقص ضفت هنا الكمية الاولى ديال الدقيق و ضفت كيس و نسف ديال الخميرات الحلويات كيف كديكم معي وعادل 12 جرام و نخلط مزيان مزيان هنا هتنحيد الخلاط اليدوي و غدي نضيف هنا الدقيق بالتدريج هنا غدي نحاول ان ندخل غير نسف الكمية تقريبا ديال الدقيق و نخلي الخليط هكا شي شوية خفيف لانا كيف شجوم عيه غدي ناخد واحد الكمية ديال العجين تقريبا التولث لاني غدي ندير طبقتين بالفانيليا و الطبقة اللي غدي تكون في الواسط غدي نديرها بالكاكاو فكا نخلي العجين ديالي هكا خفيف حتى باش مني نبغي ندخل في الكمية الاخرى الكاكاو يعني دي نسجم معها مزيان طف هنا من بعد ما خدمت الحصة ديال الفانيليا حتى كانت حصل العجينة اللي هي رطبة ما كتلتسقش في اليدين خديت الكمية التانية ضفت لها الملعقة ديال كاكاو وهنا كذلك غدي نبقى نزيد لها هنا دقيق شوية بشوية حتى غدي نلمها و تحصل كذلك العجينة اللي تكون رطبة لينا كيف كتشوفوا القوام ديالها و ما تكونش كتلتسق في اليدين هنا غدي ن ناخد هاد الكيميات ديال العجين اللي عندي بالفانيليا و نحاول نقسمها للقسمين يعني نتحصل على ثلاثة ديال الكورات لنحاول ما امكان يكونوا متساويين في الحجم غدي نستعن هنا بالبلسطيك او لورق الطهي اللي عندكم و غدي نحاول انني نبسط العجين ديالي سمك لي غدي يكون ما بالمتوسط و الرقيق ما تخلي واش غلطة بزاف لان العجين ردنا فيه كيمية لا بأسة بها من خميرات الحلويات فباش ما تجينش عافوا الحلوة ديالتنا غلطة بزاف كنحاول ما امكان انا ننطلقها و نبسطها على شكل مربع او لمستطيل هنا من بعد ما اطلقت القطعتين بجوج ديال الفانيليا كذلك بنفس الطريقة كنحاول انني نطلق العجين اللي عندي بالكاكا و نحاول ماهم كان ان القياسات كاملين يكونوا بحال بحال ملا الافضل هكا بجيكم الحلوة ديتكن مقادة عافون و ما يكونش عونتكم فيها ليشوط بزاف كننخذ طبقة الأولى اللي بدرتها من فوق ورقتها ومن بعد غدي نوضع عليها الطبقة اللي لنبل revenge 같ريني ها بلNice وكن كيف تشوفو كنحاول ما tank لنكوني بها بيجيني طبقه يعني فوق طبقه هنا بالنسبة لي من بالنسبة لكل طبق الي غدي تكون السفلة اللي غدي تكون موالية لطى زافة بج natives الدرين، لو حrageآول انها هي اللي ت اشتركوا في القطعه الاخيره اشتركوا في القطعه اشتركوا في القطعه اشتركوا في القطعه اشتركوا في القطعه نار مهيله بالنسبة لفرن كهربائي على 180 درجة غير من الاسفل فقط من الوجه ديالها فهنا كيف تشوفوا الحلوة من بعد ما طابت من الى تحت كذلك تحمرت شوية من الوجه ديالها فهنا سنقلبها كجزوي نفزفزف وهكا الطبقة التحتانية يلي كنخدمو اليها لان يلي كتكون مقاددة ومسطحة مباشرة هنا كخطوة للتزين وهالتزين كيبقى اختياري انا درت هنا الشوكولاتة السوداء اللي دوبتها وغادي نحاول اني نقاددها مزيان مزيان من فوق السطحة ديال الحلوة فهنا ممكن ما تديرو الشوكولاتة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش او لما بغوهاش غادي تدهنوها مزيان هكا بالمربة ديال مش مش يعني المربة السائل الخاص بالحلويات وطرشو عليها الكوكاو او لجوز اللي هيند او اللي بغيتو انا خديت هنا الشوكولاتة دوبتها ودرت هكا طبقة اللي حاولت اني نقاددها من بعد خديت شوية دير الشوكولاتة البيضاء وكندير خطوط بهذا الشكل هادا وكنخدم بسرعة لانهنا الحل بارد فكنحاول نخدم بسرعة باش ما تجملش ليا الشوكولاتة ويجيني تزين ديالها هكا زوين انا هنا درت مهم الاساس درت شوكولاتة سوداء ممكن تديروها بيضاء وكيف كتلكم دك الشي اللي عندكم زينو به فكنخليها هنا كتنشوف بسطح العمل هنا بالنسبة للناس اللي غادي ديرو تزين ديال الشوكولاتة نهائيا ما تزربوش عليها ودخلوها لتلاجة لانكم اللي دخلت لها تلاجة وتبغيوا تقطعوها فذيك الشوكولاتة ديتكم كاملة غادي تكسر يعني هادي نصيحة تخدموا بها قاعد الحلويات اللي كيكون هكا فيهم تزين ديال الشوكولاتة من الوجه ديالها بحلوة ديال الرخامة فحاولوا انكم الشوكولاتة ديال لكم وخيكم الصيف والحال سخون خليوها تتماسك بدرجة حرارة الغرفة باش من اللي تبغيوا تقطعوها ما تكسرش لكم او لما تهرش لكم ويبقى الشكل ديال هزوين فاولا انتوما كيف كتلاحظوا معايا كنناخد سيكين كنحاول نطراسي غير هكا من الفوق نطراسي البلاسة اللي غادي نقطع منها كنعاود نعاود نتكي علي هكا شو يندخل في الحلوة عاد كنقطع المرة الاخيرة كي بكتليكم باش ما تهرش لي الشوكولاتة انتم ملاحظوا معايا كنطراسي الشوكولاتة المرة الاولى والتانية وفي المرة التالي تاعة كنقطع الحلوات ديالتي كاملة من بيد فانا غادي نخذه هنا قطعه، غادي نخذه كل قطعات ديال الحلوه وغادي نحاول اننا نقطع هنا مربعات ممكن تقطعوه علي شكا المستطيلة ممكن معينات الحجم كدالك يبقى اختياري هنا الحلوه كل مكانت كبير بطبيعة الحماغة لاعتديهم كيمية مياهو اقل قو كل مكانت صغيره A كيل لمعااهين حجم اللي هو متوسط كنقطع الاشكال المربعات ممكن انكم يعني تنقصوا هكا وتديروا الاشكال المستطيلات كذلك يجي الشكل ديالهم زوين او لمعينات تكشي اللي بغيته بطبيعة الحال فانا غدي نستمر بهات الشكل هدا حتى غدي نقطع الكيمية ديال الحلوة ديالي كاملة هكا على شكال المربعات وتشوفوها معي ان شاء الله في التقديم وكذلك الشكل النهائي وكان هدا هو الشكل النهائي ديال الحلوة دوازتاي اللي حضرت معاكم اليوم حلوة الطفقات لي معروفة من زمان هدا هو الشكل ديالها من بعد ما كمتلا تقطع ممكن ديرواها في كوه يقطع او لا غير تخليوا بهات الشكل هدا دابا الحل بارد فما تخافوش ان شوكولاتة تدوب لكم او لا تخسر لكم الشكل ديال الحلوة ديالكم كتجي زوين هد الحلوة هدي كتجي رطبا وكتجي خفيفة وكتدوب في الفم هكا القهوة المساء للضيوف علاش الله دوازتاي السهل وسريع التحضير ما غير يحتاج منكم لشي لمجهود عفوان لاقطع عاز لمراشم تمنى فعلا انها تنال اعجاب ديركم بالنسبة لعدد الحبات اللي تحصلت عليهم بالضبط فهو 62 حبة من هاد الحاجم هذا وبالنسبة لطريقات الاحتفاظ فعل با محكمة الاغلاق سواء في التلاجة او خارج التلاجة ما كيوقع لها حتى شي حاجة نتمنى تعجبكم الى عجبتكم ما تنسوش تخليوا ليه لايك لتشجيع شاركوها مع احبابكم صحبكم وف مواقع التواصل الاجتماعي وإلا كنتوا من الناس اللي اول مرة كيشاهدوا القناة ويجبكم المحتوى فكندعكم الاشتراك في القناة بالضغط لازل الاشتراك او لا ابوني اولو سبسكرايب لموجود اسهل فيديو فعلوا جرس تنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات وبهذا كان قد وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة